اي جراندي نقول في الدورة التونسي لعبوا 642 ملاعبي وكما تفهمنا كي نختار احسن احداش ولا استناني لحظة كي نزيد نسعابة على روحي كيفية؟ هاو بش نفسرلك ريت في الاحداش اللي بش نختارهم عندي من كل فريق الحق في ملاعبي بركة اذاك عليش قبل ما نبدأ يرحموا والديكم نحيو العاطفة ونحيو الحبكم لجماعيتكم وخليونا نحكيو بالمنطق وراني نعرف وصحيح كما نجمو نتفهمو كما نجمو نتخالفو على كل خيار لكن كانك علينا وكما قريت انت في عنوان الفيديو لازمني كل ملاعبي نفسرلك عليش اخترتوه هو اذاك عليش نحبك طوى تركز معايا مليح في اللي بش نحكيه وتركز بتبيعه مع خياراتك وكما ننسيش راني في كل مركز بش نعدي ثلاثة خيارات وما اهم من هذا نعاود نفس التكليم اللي بكري اللي يراو عندي الحق في ملاعبي بركة من كل فريق ومن هكا خلينا نبدأ بالحراس ثلاثة حراس بش يكونوا ايمان داحمان بشير بن سعيد موازة حسن نرجع للعام اللي عامونه ثلاثة حراسي دم نلقاه والذي ثلاثة عاملوا عام به والثلاثة في المنتخب التونس اما ساعات لازم تعفص على قلبك وتعمل خياراتك على خاطر برجوليا ايمان داحمان عندي اينا تأول حارس امر واحد في تونس وفي المنتخب التونس رغم لي لو الموسمة ذي ما هو شلول من ناحية الكلينشير اللي تحب ولا تكره ايمان داحمان يبقى قيمة ثابتة وغير هذا كل ركاكي تشاهد على الميركاتو اللي صاير في الدور السعودي وعلى الفلوس اللي تم استثمارها وكيد ركاك فيها مش قاعد نقصد مش هكاك الحزم السعودي جاء لتونس واقبل شروط ايمان داحمان الكله صح معاها رغم لي كيمة قتلك راو الميركاتو السعودي طوى طايره وفهم برشة فلوس حدد فيه وجمعية الكل عندها فلوس وجمعية كل قاعدة تستثمر وقاعدة تقوم بميركاتو كبير معناها بلوجيك إذا الحزم لم يتعرش قيمة ايمان داحمان ومتعرش امكانياتو راو يمتقبله شروط متاعه وراو يمتصح معاها ورغم هذا الكل ومشي طمعه للاخر وصح طمعه ومن ايمان داحمان تعدين الرباع الدفاعي اللي قدامه اللي عنا ملول في قلب دفاع مليع ببين نيدرغاندري محمدا مينتوغاي وإلا يسينكشوك وانت بلوجيك وما غير ما تخمم بس قولت ريزيجول اكيد مليعبي بين محمدا مينتوغاي وإلا نيدرغاندري اما كما تعرف يا جراندي كما قلت لك من له ورانيا عندي الحق في التشكيلة هذه مليعبي ببركة من كل فريق مع لأنني نحب نفسرهولك في الخيار هذا لك بسلقة لا نيدرغاندري ولا محمدا مينتوغاي وبسلقة المليعبي اللي انت ما جاكش على البيل اللي هو يسينكشوك اكيدا نختارهم بعض معناه خيار مليعبي من الافريقي وإلا للترجي يروا بشكون في مركز اخر ونرجع لماذا اخترت يسينكشوك اللي كانت ترجع تعمل المليعبي عملاء البنزارتي تلقاه كابيتين في عمور 22 عام ضد المليعبي الليجم يلعب لك في اكثر من مركز معناه كما قلب ديفاع كما ضاهر ايمن وما ننسيوش اهم حاجة امكانية تليعب بجنبي يسينكشوك بشكون مليعبي بين يسين مريح ريشار كاساقاء مدافع الولمبيل بيجي وقال لشوقي بن خذر مدافع اتحاد بن جردان ونفس الكليمر ان اللي قلته بكري اللي لازمني نختار ملاعبي باركة من كل فريق هو بيديو يتعاود طوى واللي ظهر المرة العاشرة وكيدا نكفمت الموضوع ذا لكن كل مرة نعاود بش لعبات تفهم اهوكرا وعندي الحق في ملاعبي باركة من كل فريق واذاك عليش خياري للملاعبي اللي بشكون في قلب ديفاع مياه سينكشوك هو شوقي بن خذر اللي كان ترجع كيف كيف عملها عمناول ماتحاد بن جردان نجم وقول لك حاجة بركة اللي كل ما ش لعبوا ماتحاد بن جردان عمناول لعبوا تسعين دقيقة وغيرا ذا من ننسيوش الموسم اللي عاملوا ماتحاد بن جردان خلاهوا برش ببنت تحلل سوى في تونس سوى حتى خارج تونس لكن اكيد القرار اللي اخر يبقى عند الملاعبي واللي اخر قرر انه بش انتقال النجم الساحلي نقطة بش نزالك عليها انت ارجع الامريكات واللي فات اللي عاملوا نجم الساحلي تقريبا تسعين بالمئة من الصفاقات اللي قامت بهم لكلهم نجم واللي هم طوي من حياتك انت راني عارفه ركاكي طوي تسيل وقل لي وقتش نشوفهم لاعبي من الترجي ولا الافريقي والى النجم والى النادي اسفقسي ولا فرق من الفرق الكبار قول لك حاجة بركة راو صوفي تبع برزان استناني شوية كل حاجة اجي فوق بعض ما عرفنا الحار شكو وفي قلب دفاع شكو نتعضيه عجاليمي ونلقى تثام لعبية رايد بوشنيبة واسيمة قاء ومحمد صالح لماذا اللي نجم وقلولك تثام لعبية هذم اللي عمله عام به اما اكيد بسلق ملاعبي ففوري على ملاعبي اخر واللي عندي انا ففوري اللي هو رايد بوشنيبة عندك من ناحية ما تشويت لعبهم اللاعب ما تشويت كبار بين شايت ونزليق وبين كاس عالم لقال من عشرين عام وبين عندك رانا نحكيه على ملاعبي راو في اول عام ليه مع كبار الترجي ويعتبر واحد من ابرز اللي اكتشافات الموسم هذا في الدورة تونسية عشرين قلتهم انك ظهر يلخصوا على لماذا قتل كراو رايد بوشنيبة ففوري على محمد صالح لماذبي اللي عمل ستة شهور باين معلوم لنبيد بيجين بعض انتقال النيديس فاقسي لكن ضربات ما خلطوه شوثر بنفس الروض وعندك عسيمة قاء اللي على الرغم ملاعبي وسط لكن موسم نفات لعبك ظهر ايمن وعمل ما شويت باين لكن عندي انا رايد بوشنيبة اكتر ففوري من نزوذ هذا عرفنا شكوم بشكون عجالي مين تعديو عجالي صارتك وانخيارنا بشكون ملاعبي بين اسامة الشيل يشان بكار وقلنا امين الحمروني لحق لحق ثلاثة باين كل واحد عنده نقاط قوط وكل واحد عنده نقاط ضعف اما انا شكوم نختار بناتهم لان السؤال التطرح على خاطر كانك علينا اكثر جوار وشوفوا في ففوري بين الملعباء اللي ساميتهم هو اسامة الشيل اللي ملكين مع الولمبي البيجي كنت تشوفوا اعلامين مظلوم كيف نحكيه وعادة عن موسمة داية ساتن تاعة وخير برشة من امين حمروني مع نادي صفيقسي وخير من هيشان بكار مع الاتحاد المونستيري سوى من البوتواز سوى من السيستوير وغير اذاية مدربين اللي يدربوه سوى المدربين في الولمبي البيجي وإلى الملعب التونسي وحتى في فترة معينة اسمعنا اللي يفوزي بنظرتي وقتالي يمشي للراجل البيضاوي حبي يهز معها عجلت اللي حكيتهم لك هذا من الكل يخليوني يقول اللي اسامة الشيلي ففوري على امين حمروني وعلى هيشان بكار نكونوا هكا كمانا من رباعي دا فعلي الوصد المتاعبشي تكون مدوز ملعبية عنا من الول ملاعب بين وسامع بيت وإلى محمد ويل الدربالي وإلى يوسف أمرو نرجع شعاملو عمليو الملعبية هذا من القاول اللي عمليو عمبيه يوسف أمرو مع الانتحاد المونستيري مكسر الدنيا محمد ويل الدربالي معلونة بالبيجي مكسر الدنيا وما نحكيش عادة لأوسام عبيد اللي عمليو الاكتشاف كبير وعمل موص ما هوش عاد وبلغة العامة ملاعبي عمليو المترشق هذا كعليش كنرجع اكثر شعامل ملعبية هذا ما عمليو بعيد برش على محمد ويل الدربالي وبعيد برش على يوسف أمرو على خاطر بالحق نحكيه على ملاعبي ووسط اللي قليل ومن تصير في الدورة التونسي يمركيه لك عشر بونت ويت وما ننسيه لأسيس تويت اللي كانوا خمسة عاجتي خليوة واحد من احسن ملاعبية ووسط عاملو في الدورة التونسي وبتبيعه واسام عبيد ما وش يكون واحده في ووسط بش يكون معها ملاعبي اخر والملاعبي بش يكون بين محمدالي برمضان ولا جاكن بي ولا محمود يالو حكم بكري قمت بخياراتي من اللاعب من التارجي وتو من اللاعب من النجم معناه يبقى خيار واحد اللي هو محمود يالو وعرف مع بيت التواشيخة في الكوموتارات ويقولون محمود يالو متعشنوه شكونوا من اللاعب يدات هذا كم قلت لك بكري لازمني يكون خيار محمود يالو عاملو العمل العام وش عاري ماتح تتاوين وكان عنده دور كبير بش تتاوين وسط البلاي اوف وجمهور تتاوين يوافقنا الانكلمة ثنائي الوسط انتهى عرفناه وظهر ثنائي متوازنة عدال الثلاثة القدامه كصانع العاب نلقاه من اللاعب بين هيكل الشيخاوي وإلا الشهاب العبيدي وإلا حسين علي الثلاثة ما في رخم كانوا قيمة ثابتة وثلاثة عاملوا موسم بها ومحترم لكن اكيد لنحكي في توا فهم فويرة كبيرة بين هيكل الشيخاوي وإلا الشهاب العبيدي وإلا حتى حسين علي وانا وانتي عارفين الخيار اللي يكون على شهاب العبيدي وإلا حسين علي على خاطر انت بيدك شهاد تعمل الملعبي عاملية والمالاتحاد المنسيلي سيوى في الكاف سيوى حتى في الدور التونسي ولي من الاخرتي تعرف للملعبي عنده سيخي صار ما هيش عادية شهل المنتخب التونسي والعاب كأساسي من المنتخب التونسي ظهر لي حاجته كاية مجاوش بالفارقة معها القدامه عجال يمين بشيكون ملعبي بين وضاح الزيدي وإلا قسيم من بوغرة وإلا أصيل الجزيرة ثلاثة كل واحد كيفاش كان مع فريقه وضاح الزيدي من بين جردين كان موش عادي أصيل الجزيرة رغم لاعب يراجع من بيت ورغم لاعب عد عام ابطالة ورغم هذا كله ورغم كلاميته دوم الكل لكن في ستة شهور وراء كان من خمسين بالمئة من إمكانيات حاجته تدخلينا نقول ان الموسم الجيل ملاعبي بشيكون موش عادي ومبتبيعة ما ننسوش في هذا الكل أسامة بوغرة هذا العام بالتحديد كان موش عادي وذلك قناة في المنتخب التونسي وذلك بين وضاح الزيدي واصيل الجزيرة لكي نختار أسامة بوغرة صنع العاب أعرف كيف يكون عجالي من كالجنح أي من عرف كيف يكون عداوة عجاليسة والخيار بشيكون ملاعبي بين حمد الهوني أمين بوزيين وإلا حمد العبيد عندك بوزيين مناحي عمل عام به مستير حمد الهوني رغم كل عادة لكن حمد الهوني يبقى دي مع حمد الهوني وما ننسوش حمد العبيد على قد ما نقول لك هذا أقوى عام عمله حمد العبيد مع الوكليوب لأنه ملاعب باللغة العامة ترشق مع الوكليوب وكسر الدنيا وصلي حتى يلعب المنتخب التونسي وما ننسوش أحسن هدف في الوكليوب شكون الملاعب الذي نختاره بين حمد الهوني وإلا أمين بوزيين وإلا حمد العبيد أكيد خياري على خاطر كان نقارن بالملاعبية من القاولة حمد العبيد كان حاسم أكثر من حمد الهوني وأمين بوزيين وعادة جراندي وصلنا للأخر مركز شكون بشيكون مواجه مصريح في التشكيلة الحقيقة برشة أسين نجم نستميلك الهوني في رفيخ الكاميرجي هدف الدور تونسي في هيثم الجويني في يوسف العبدالي في ياسين الشميخي في برنار فايي لكن انا في الأخر كما قلت لك تزبني ان اختارت هيثم لعبية بارك ومبعد اختار الملاعبية بارك وإلا يوسف العبدالي وإلا برنار فايي وكيف ترجع في الحلقة طلقاني اخترت ملاعبي مستاد وملاعبي ملتوار ومن كلامي تفهم اللي يبقان اخيار باركة اللي هو برنار فايي موهاجم مستقبل سليمان واللي نعاود نقول الكلام اللي قلته بكري ملاعبية اعلامين مظلومين وما هم مش مخدين حقهم منهم ملاعبية هذم برنار فايي موهاجم مستقبل سليمان اللي في وقت معاين كان عنده اهتمام من الاهل المصري وطوع عنده عروض أوروبية من كل بلاص لكن اهم من هذا اللي هو اخترت بنار فاييه على الكاميرجي ولا اللي هو اخترت بنار فاييه على هذم الجويني وقال اي ملاعبي على خاطر حاشتين ارجع الملاعبي وين تكون وارجع امناول الملاعبي شعمال مع مستقبل سليمان فالولا بشكون جنانيشان فوت ع سينيغار اللي تعتبروا واحدة من اقوى لسانت الدوفرماسيون في فريقيا والموسم اللي عاون مع سليمان ستة بودوات في عشرة ماتشوات كانت قارن بالمواجمين امتاعنا المحليين استعتروا خير مبارشة مواجمين صحيح موجود حدافة الدورة التونسية لكن باللي يكون امكانية اللي عاو وشوفوا وين يلعب شوفوا الظروف وشوفوا الصارع مسليمان عام سنان بهم اللي المواجم هيدا عنده امكانيات كبيرة واذاك عليش انا اخترته في تشكيله هيدا اطورك عارف اكيد تشكيلتنا كيملت يا جرانتي هيدا امكانه احسن حديش في الدورة التونس وما ننساوش بالتبيعة اللي كان عان الحق في فيديو هيدا ملاعبي بركة من كل فريق ما تنساش يا جرانتي انك تدعمنا وتعاوننا بتشجيع متاعك بك اللايك بالتفعيل جرس تنبيهات وتتبعنا الانستجرام والتيكتوك واذا نعود نذكرك موضوع قلت وقبل رانا عاملين جروب فيسبوك معنا كنت تحب تعرف حاجة وإلا تحب تقول حاجة وإلا تحب تعرف فيديو جاي واختش بش طهبت ادخل معنا في جروب هيدا وليما نقول لك نتقابل الخميس الجاي بحلقة اخرى وليما نقوله ثمانين بالمئة بفكول كل خميس حلقة جديدة ويالله يا جرانتي ناركزين